أربع علامات تدل على وجود سحر في قلب بيتك فلو شفت أي علامة من العلامات دي اعرف أن بيتك مصهول وهعرفك إزاي أنك أنت تبطل السحر ده لا ومش بس كده أنك أنت لو بحثت عن السحر ده بإذن رب العالمين تجده فكل ما عليك أنك أنت تكتب لي باسم الله في التعليجات واتدوس لايك ونيجي مع بعض نكمل إيه هي العلامات دي العلامة الأولى من العلامات اللي بتدل على وجود السحر في البيت أنك أنت سبحان الله تجد كثير جدا من الحشرات منها الوزخ اللي ملوش أي سبب والنمل الكتير والصراصير الكتيرة والديدان اللي بيكون لهم ها أصمر وطويلة أو بتكون في الحمام أو بتكون في المطبخ وأنك أنت سبحان الله وانت قاعد في البيت كده تشوف أنه فيه دخان وعلى فكرة لما تلاقي أنه فيه صراصير في بيتك أو نمل ببيتك أو أنك أنت تشوف أنه فيه برص موجود في البيت فركز على موضوع البرص ده بالذات لأنه لو موجود أبو بريس ده لو كان موجود يعني سبحان الله في غرفة نومك فليه تفسير لو موجود مثلا في أي مكان في البيت فليه تفسير آخر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أبو بريس أو البورس يعني سبحان الله وأخبر أن اللي بيكتره من أول ضربة بياخد عليه متحسنة فعشان كده ده رمز للشيطان في بيوتنا فلو أنت عايز أنك أنت تتخلص من كل الأعمال والأسحار اللي موجودة معاك في البيت تابع وركز معايا طبعا أنت لو شفت البرس أو شفت يعني الددان أو شفت مثلا الصراصر أو شفت النمج فأنت لو فتحت الدولاب بتاعك هتبصت لها أن ريحة القماش عندك أو الملابس مكمكمة ومهما تنظفي في البيت فالبيت ما بينظفش لو قعدت 24 ساعة أنك أنت تنظفي في البيت وتحاول أنك أنت يعني سبحان الله ترتبي بيتك فبيتك لا مرتب ولا نظيف وتبصت لها نفسك كأنك يعني سبحان الله شغال في حالة إطراحة مفيش أي شيء يعني سبحان الله بينتج عنه نظافة البيت إلى أنك أنت دايما تكون تعبانة ومخنوقة والنفسية مش مرتاحة وكل العلامات دي سببها إيه سببها أن فيه سحر موجود في البيت طيب إيه يا العلامة الثانية بقى قبل ما نبدأ مع بعض إزاي أننا نعرف فين السحر العلامة الثانية سيدة الكريمة أن فيه مكان بيكون عندك في البيت أي جهاز كهرباء فيه بيبص أي حاجة بتحطها بتعطب أي حاجة يعني سبحان الله يعني بتحطها في المكان ده بتبص تلاقي إن شكلها تغير أو جعلها تراب أو رحلتها كم كمت والقوضة دي لو نام فيها حد من أبنك تبص تلاقي أن يعني سبحان الله الوقت بتسرخ بالليل أو بيصرخ بالليل أو بيجسم وبيتشدد وتبص تلاقي الولد يعني سبحان الله كأنه شارد 24 ساعة فهل في حد فيكم عنده العلامة الأولى والعلامة الثانية ياريت تكتبونا في التعليقات وتقولونا إيه اللي بيحصل معاكم لما بتشوفوا العلامة الأولى والتانية وتعالوا العلامة الثالثة العلامة الثالثة دايما إن الإنسان اللي بيكون موجود في مكان فيه صح تبص تلاقي إن الأمراض بتضب في جسمه كده من غير أي سبب فتبص تلاقي شوية بيشتكي من صداع لو خف الصداع عنده شوية تبص تلاقي إن فيه ألام ابتدت إنها تظهر في ركبه لو أزيلت الألام اللي موجودة في الركب دي تماما تبص تلاقي إن فيه زغلالة حصلت في عيونه الزغلالة ديت لو راحت تبص تلاقي إن فيه مبض في جسمه يلعد في مكان معين كده يلاقي كشعريرة تجي أنت مثلا كست بيت جاي تفتحي المبضخ عندك أو تفتحي أوضة أو تفتحي أي مكان تبص تلاقي إن فيه كهرابة كده مسكت جسمك كله ودي العلامة الثالثة أما بالنسبة للعلامة الرابعة فهي أنك أنت مش متقبلة لبيت نهيا لو جيت أنك أنت تطبخي أي طبخة مع إنك مهرة تبص تلاقي نفسك مش قادرة تطبخي مش قادرة تقومي بأعمال البيت في نفس الوقت برضو مش طيقة أولادك منتش طيقة زوجك عندي خوف دايما من المستقبل ما عندك إش رغبة في الحياة نهائيا وكل الحاجات ديت سببها إن فيه سحر موجود في البيت ونهيك بقى يعني إن يعني سبحان الله كثرة الأمراض والأولاد اللي يعني سبحان الله بيصيبوا بالتعب ومتعرفيش إيه هو سبب تعبهم أساسا كل العلامات الأربعة ديت بتدل على وجود سحر في البيت طب إزاي إن إحنا نعرف مكان السحر ده أو إزاي نعرف المكان اللي فيه السحر في قلب الغرفة بتاعتنا هل هو في غرفة النوم ولا في غرفة الأطفال ولا في غرفة الضيوف ولا مثلا في الصالون ولا في الريسبشن ولا في المطبخ ولا في أي مكان بالزبط كل ما عليكي كست بيت إنك إنت حتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة ديت يعني سبحان الله هي طريقة من اجتهادي أو تقدروا تقولوا إن هي من العلم اللي دني بيضة حنقدر من خلالها نعرف إذا كان الغرفة أو المكان اللي موجود عندنا فيه سحر ولا لا والبيضة ديت بمثابة إن إحنا لما نحطها في المكان دي ده لو هي لسه بيضة يعني سبحان الله طازة وإنت وغدها من تحت الدجاجة بتاعتك أو الفرخة بتاعتك النهاردة حتلاقي إن هي من الششة والميا اللي محتوط تحتها البيضة تغير لونها وبقى لونها عكر حتعرفي من خلال الحاجة ديت أن الغرفة ديت هي اللي فيها السحر حتدوري في الغرفة ديت في الدولاب حتدوري مثلاً يعني سبحان الله تحت المرتبة حتدوري في الكوميديون وهتخش على الحمام مثلاً تبص خلف الحمام وغالباً يعني سبحان الله تعني أنك إنت بمجرد ما تعمل البضة ديت إن شاء الرحمن السحر يبطل لان سبحان الله السحر ده هو عبارة عن ايه عبارة عن غلاف الغلاف ده بيدار الحاجة الطيبة ويظهر الحاجة الخبيثة كذلك سبحان الله البيضة ده يعني عبارة عن غلاف بتحتوي على اللجوة فالجوة ده بيسحب كل الشياطين اللي موجودة بإذن رب العالمين ممكن حد يقول للطريقة ده لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد عن أحد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم يعني إن في رقية ممكن الإنسان يشتهد ويأتي بها لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي بيقول لك حتل بقى البضاعة بتاعتك دي بضاعة أنا تمام فهل نظر فيها كويس هل فيها شرك هل فيها شيء خرج عن طاعة الله جل وعلا فيها عبادة لغير الله جل وعلا أم إن المسألة كلها توحدية فإذا كانت المسألة كلها توحدية فترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقة ما لم تكن شرك فدعك من المتخلفين اللي بيتربحوا بالكلام فاضي مالوش اي لازمة تمام وعملين نفسهم علماء وهم اساسا شياطين ملجمة من الشياطين اللي حبسها سليمان بن داود كوبات الماء اللي موجودة قدامنا ديت يعني سبحان الله عشان نبطل الاسحار اللي موجودة ببيتنا او ان في عمار او ان في مثلا يعني سبحان الله حد عينه سيئة دخل البيت وعايزين نطلع عينه هنطلع العين بتاعته يعني هنجيب كوبات الماء زي ديت بمجرد ما حطت كوبات الماء ديت قدامي حبد ان انا اقرأ عليها صورة الرعد وصورة الرعد من الصورة العظيمة جدا اللي بتزلزل جميع الشياطين وحقرأ عليها صورة النور وبعد ما اقرأ صورة النور على المية واقرأ صورة الرعد على المية حقرأ ايضا يعني سبحان الله لو استطعت ان انا اقرأ صورة البكرة فاقرأها عادي تمام بعد ذلك يعني سبحان الله حقول حسبي الله ونعمل وكيل سبع مرات وحأذن في الماء وحقرأ الثلاث آيات دولة وهم من أهم الآيات اللي أنت لازم تقرأهم قوله تعالى ولكل نوجات وموليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا وقوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة النام المعبرون وقوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة من سورة النساء ثم تدعي الدعاة اللهم إني أحرج على كل جن كاثر عاصي أو كل خادم سحر يسكن في بيتي أو أن كل سحر مدفون في بيتي اللهم يا رب العالمين أبطله اللهم يا رب العالمين أبطله وارني آية بس كده على إبطاله هتحط الماء ديت يعني سبحان الله في أي مكان في الغرفة يكون مكان مرتفع ثم بعد ذلك هتغط الماء ديت عشان لما لون الماء يتغير ما دولش إنها تغيرت بسبب طرابة أو حاجة فهتغط الماء ديت هكذا تمام ثم بعد ذلك لما تغط الماء ديت بأي حاجة زي دي كده هتيجي جاي مثلا حاطة البيضة وانت بتحطها تحطها بليمين وتقول بسم الله وتسيب البيضة بقى عليها على فكرة يعني سبحان الله بمجرد ما تيجي ممكن تلاقي البيضة وقعت لو حدات قسرت أو ممكن تلاقي يعني سبحان الله إن البيضة لما تيجي تشيلها بعد كده وتيجي تكسرها الصباح هتبص تلاقي إن إيه لو المكان اللي انت في القوضة اللي انت حطيت البيضة ديت هتلاقي إن ريحتها صارت عطبة أو ريحتها مش كويسة أو تصدر منها ريحة غير جيدة تعرف بقى يا سيدي إن يعني سبحان الله اللي عمل لك السحر موجود في نفس الغرفة فتشغل فيها صورة البكرة وتحاول إنك إنت تلففها لفة صح هتبص تلاقي السحر ده جربها في كل غرب بيتك مش هتخسر إيه حاجة أي بيت مكون من ثلاث غرف أو غرفتين أو غرفة حمام ومطبخ أو صالون انت وضحها في كل مكان يعني سبحان الله لمدة خمس أيام لو هتقرع على المية مرة واحدة وتحطها في كل مكان أو بص يعني على جد الغرف ثلاث بيضات في ثلاث غرف مختلفين أو أربع بيضات في الأماكن اللي موجودة أو خمس بيضات على عدد المطبخ والصالون والثلاث غرف اللي موجودين عندك وهتصحى الصبح البيضة اللي هتلاقي من الششة أو تغيرت والمية لونها تغير تعرف إن المكان ده هو اللي فيه شيطين في بيتك فده بقى تحرك بقى عليهم بالله جل وعلا ويتحاول إنك إنت تقرأ صورة البقرة في نفس المكان واتدور فيه كويس سدقني هتحتدي للسحر بتاعك شاركها لغيرك فتده لع الخير كفا عليك دمتم فدي في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته